معسكر الفريق اللي هيكون في أسبانيا إن شاء الله كابتن سالعب حفيز مدير الكرة كان سافر هو والكابتن أمير توفيق مدير التسويق تم الاتفاق على ترتيبات المعسكر اللي هيكون في أسبانيا خلال الشهر المقبل الكابتن سيد قال إنه الفريق هيقدي خلال المعسكر مباراتين والدياتين أو ربما ثلاثة حسب ما المدير الفني لصارت يقول المعسكر هيكون في مدينة أليكنتي الأسبانية وبيأمل كابتن سيد حسب ما شاف من المعسكر وإمكاناته وقدراته الكبيرة إنه يافي بكل احتياجات الجهاز الفني ويوفر للمدير الفني كل احتياجاته في هذا المعسكر اللي أنتوا عارفين إن الأهل هيرجع منه إن شاء الله يلعب كمان مباراة أو اتنين ودياتين قبل ما يدخل في مباراة المأولين المؤجلة في الدوري وبعدها مباراة الزمالك قبل نهاية الشهر اليوليو وده يكون ختام الدوري بإذن الله تعالى باحتفاظ الأهل باللقب إن شاء الله على ذكر اللعاب الأهل المحترفين وليد أزارو المغربي وجونيور أجايين نيجيري الاتنين هينتظم في تدريبات الأهل ابتداء من بكرة إن شاء الله بعد ما تواصل معهم الجهاز الفني واتطمن على عودتهما في المعادل المحدد بإذن الله الأهل هيستأنف أو استأنف تدريباته فعلا من يوم السابت اللي فات بعد الفترة الفترة الرحل اللي أخدها الفريق ويعود للمشاركة في التدريبات تباعا تمرين مباراة شارك فيه أحمد فاتحي وزي ما قلتلكه أجايين وأزارو يكملوا التمرين ابتداء من بكرة إن شاء الله علي معلول النجم التونسي اللي كان سافر لمنتخب بلاده ولم يتم اختياره في قيمة كاس الأمم حيرجع إن شاء الله للانتظام بعد أسبوع للانتظام في تدريبات الفريق وهو علي على اتصال بالجهاز الإداري وبيطمنهم على حالته لأنه كان بدأ أجاسه متأخر شوية حسب انضمامه لمنتخب تونس قبل ما يستبعد من القيمة أنا فرقت على ماتش أنجولا وتونس لا الفريق يفتقد جهود علي معلول تمام من ناحية تاكتيكية حتى والشكل الهجومي لأن كان كل لعب المساكن إنه بيفض المساحة دي وبعدين بيلعب بس المنطقة ما كانتش فيها في كل الأحوال اللعيب اللي يقدر يعملك الفريق في ناحية اليمين تمام فأنا مندهش من استبعاد علي معلول جدا